قال رسول الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة حتى ولو كان كافرا لا يخرج عليه إلا مع امتلاك العد وما أفتى به أولئك الدراويش من أنه يخرج على الحاكم إذا جار هذا ليس من منهج سلطنا الأخيار وما كان من خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما فقد كان أمرا فرديا لم يسلم له وإنما عُتب فيه وأخذ عليه وخطأه الأصحاب رضوان الله عليه وتمسكوا به ألا يخرج وقال ابن عباس رضوان الله عليهما لولا أنه يزري بي وبك لأخذت بشعرك حتى أمنعك من الخروج ولو أني أعلم أنك لا تخرج إذ أفعل ذلك بك لفعلته ولكني أعلم أنك لن تفعله فخرج إلى الكوفة وكان أمر الله قدرا مقدورا فهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم وكل أمة خرج فيها خوارج على من ولاه الله عليهم ولو كان كافرا حتى يمتلك العدة فأذلوا سلطان الله أذلهم الله كما قال رسول الله من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة إن ظلموكم وسأترو عليكم بالثروة فأجاعوكم وأتعبوكم فاطلبوا الذي لكم من الله وأذو الذي عليكم إلى الله ولا تنزعوا يدا من طاعة بذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم والواقع شاهد على شؤم المخالفة فإنه ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان الذي يحدثونه من الفساد والشر والذي يحدث لهم من الفساد والشر بعد خروجهم إلا كان أكبر بكثير مما كان من الفساد والشر قبل خروجهم علينا أن نتوب من الذنوب وأن نفهم الدين وأن لا نتبع كل ناعق فليس كل من ملك لسانا صار عالما أين هم العلماء بالسنة وأين هم العلماء بالدين دعوكم من بنيات الطريق وتمسكوا بدين ربكم جل وعلا بالكتاب والسنة على منهاج النبوة